اختتم المجلس الأعلى لذوي الإعاقة ورشة العمل التدريبية التي أقيمت بعنوان خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعليم الدامجي في مرحلة رياض الأطفال وقد شارك بالورشة 19 مشاركاً ومشاركة من الكوادر العاملة في جمعية كاريتاس الأردن حيث تناولت عدة محاور منها التخطيط للتعليم الدامجي على مستوى الروضة إضافة إلى تهيئة البيئة الصديقة للتعليم الدامجي وتوفير فرص التعلم لكافة الطلبة والعملية الانتقالية والاستدامة